اللهم لبعك بحلتها الجديدة استقبلت قبلة المسلمين يوم عرفة فمع فجر هذا اليوم الموافق للتاسع من شهر ذي الحجة من كل عام استبدلت كسوة الكعبة المشرفة بأخرى جديدة لينطلق على إثر ذلك الحجاج إلى جبال عرفات في سبيل تأدية ركن الحج الأعظم في ميناء قضى الحجاج يوم التروية ليبدأ مع طلوع الشمس بالتوجه إلى صاعد عرفات لتأدية واحد من أهم أركان الفريضة وهو الوقوف في عرفة حيث يمكث الحجيج حتى غروب الشمس قبل أن يتوجه للمبيت في مزدلفة ترافقهم تكبيراتهم وتهليلاتهم على نحو يسير تسير الفريضة هذا العام في ظل استمرار الجائحة وذلك بعد أن حصرت بستين ألف مسلم فقط مقارنة بمعدل بلغ مليونين ونصف مليون حاج سنويا إلا أن السعودية تقررت على غرار العام الماضي حصر الفريضة بفئات محدودة لتكون هذا العام على صعيد المقيمين الذين تراوح أعمارهم بين الثمانية عشر عاما والخمسة والستين عاما من الذين تلقوا جرعتين اللقاح ومن غير ذوي الأمراض المزمنة وزارة الصحة السعودية أعلنت عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجيج مع مواصلتها اتخذ إجراءات واحترازات مشددة لحماية الحجيج صحيا وفق ما أكدت وبهذا يكون الحجيج على استعداد الاستقبال عيد الأطحى المبارك في العاشر منذ الحجة قبل التوجه إلى رمي الجمرة الكبرى وذبح الأضاحي بعدها ترجمة نانسي قنقر